موسيقى مشاهدينا مشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله نستعرض الأحوال الجوية السائدة حاليا والأحوال الجوية التي ستسود قلال أيام القليلة القادمة حاليا وهذه الليلة وصباح الغد يعني مساء يوم الاثنين وصباح يوم الثلاثاء تتأثر المملكة أو منطقة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط بمنخفض جوي يتمركز حاليا فوق تركيا هذا المنخفض الجوي يؤدي إلى هبوب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في شمال مصر وفي المملكة وفي سوريا والمناطق الغربية من العراق وشمال المملكة العربية السعودية هذه الرياح النشطة والتي تكون عبات قوية أحيانا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح ولذلك نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية هذه الليلة ليلة الاثنين على الثلاثاء وأيضا صباح الثلاثاء هذا المنخفض الجوي يتحرك إلى الشرق ويتمركز غدا شرق تركيا وشمال سوريا وبالتالي غدا تتأثر منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بالكتلة الهوائية الباردة التي تندفع خلف هذا المنخفض الجوي هذه الوضعية تؤدي إلى انخفاض واضح على درجات الحرارة اجتداد سرعة الرياح تكاثر الغيوم تدريجيا وبالتالي يصبح الجو بارد غائم جزئي إلى غائم تسقط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة الجو بيكون مغبار في المناطق الجنوبية والشرقية ولذلك نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح في المناطق السورية واللبنانية أو في سوريا ولبنان تكون الأمطار غزيرة وقد تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية السورية واللبنانية غدا يوم الأربعاء يميل الجو أو تخف حدة المنخفض الجوي ويتحسن مدى الرؤية الأفقية وتقل سرعة الرياح تدريجيا وتخف سقوط الأمطار أيضا تدريجيا يوم الخميس يميل الجو إلى الاستقرار وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي يومي الجمعة والسبت بيكون الجو ما بين مشمس وغائم جزء أثناء النهار وبيكون بارد نسبي أثناء الليل لكن مساء يوم السبت وصباح يوم الأحد ونتيجة لوجود مرتفع جوي في وسط وشمال أوروبا هذه الوضعية تؤدي إلى تدفق قواء بارد إلى منطقة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط وبالتالي سيتكون منخفض جوي فوق جزيرة قبرص هذا مساء يوم السبت وصباح يوم الأحد يبدأ تأثير هذا المنخفض الجوي على منطقة بلاد الشام يوم الأحد وبالتالي يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة وتتكاثر الويوم وتسقط الأمطار وبكون الجو بارد بشكل عام هذا المنخفض الجوي يوم الاثنين الموافق 25.1.2016 بيكون منخفض يتمركز شمال جزيرة قبرص ومصحوب بكتلة هوائية باردة من أصل قطبي لذلك في الفترة ما بين 25 إلى 28 تتأثر المملكة أو منطقة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط بهذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة اللي من أصل قطبي فبيكون الجو بارد ماطر غائم في معظم مناطق المنطقة وتسقط الثلوج على المرتفعات أو فيه فرصة لتساقط الثلوج طبعا سنوا فيكم بالتفاصيل أول بأول عبر نشراتنا القادمة في الأيام القادمة إن شاء الله أعزائي المشاهدين هذا كل ما لدينا حتى الآن يرجى متابعتنا في الأيام القادمة عبر تحميل طقص العرب على الهواتف الذكية الآيفون والأندرويد أو عن طريق الموقع الألكتروني irbyawether.com أعزائي المشاهدين شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة